اشتركوا في القناة 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 وتفرقع. مين ظهر واحد البيدوفيلي عندهم في الاسرة اللي هو العم ديالها. كان عنده تلاتين سنة واغتصف فتاة. آآ العمر ديالها حاليا ستاشل سنة. يعني بدال اغتصف لهاديك الطفلة. مين كان عندها تلتاشل سنة. هنا الام بقدت تسترجع الشارط ديال حياة ديالها. وبدأت تضطيقا بانش حاجة واقع لبناتها. لانها التهمة كانوا عايشين مع هدك العم مع الجدد ديالهم قبل ما يخرجوا يكريوا على برة. طالبات بالخبرة ديال البنات وتشوفوهم واش مازالين كما هما كما تخلقوا من كرشاة ولا وقع لهم شي مشكيل حتى هما. هنا القادية ديال العم ديالها بدت تتخذ طريق ديالها في المحاكم لان الاب ديال ديك البنت بغى الحقوق ديال بنته ولو دفع لها بشراسة بش يدخل لها داك المغتصب الى السجن. اما هاد البنت هادي الكبرى ديالة السيدة اه شدرت لها الخبرة الام ديالها وقاتها بانها ما هياش بنت مقاتش عدراء واللي زاد اكد شكوك ديال الام هو عندما عرفها ماشي عدراء الاب ديالها وخارج من باب المحقامة تيصلي عين بي وتيزغرت وتيطبلو وتيشتحو وطلعوا السيارة وهم حاطين فيديو تيوتق هاد شي كامل اخوتي. هنا الام عارتيرها بغى تستة تقول واش اديك بنتي ولا درتي ولا شنو هاد شي. حتى ان الزوجة التانية مساندة البنت الكبرى على اي حاجة تديرها. يعني في الاول مي كنت نشاهد العروسة كانت تقلص اللور والبنت يلي تتقلص حدا بباها. حتى ان التعاليق بقوتي يكتبوتي يقولو شكونا هي الزوجة. واش العروسة الجديدة ولا بنتو. موما القصة تطورت بزاف وده استعدت مراحل. خلينا دبا نعود لكم الحكاية من جوج مارس اللي كانت عندهم المحاكمة فيها. واخدى القادي التحقيق الاقوال ديال الام وديال الشهود. واختفت واحد الشاهدة ما حضرتش. لان هي اللي شافت قلب عينها وعندها الدلائل. والام من هديك المحاكمة وهي تتقل لها عدة مشاكل كما شاهدته. تخطفت لها السيارة ولقوها مكان المنزل ديالها القديم. تخطف لها وثيقة مهمة. عد اليومة مشتت بحط قو ماندا مهزوزة من الميلف. اختي كما انها وقع لها حاديث في مدينة مكناز تسرق لها الساك. بجميع الوثائق دياله. ملا كارت ناسيونال. ملا كارت يعني هاد شخص وقت كبير باش توجدو. حتى ان السيارة ديالها اخدوها لها الفوريان. خصا تتعود جدد الوثائق. عاد تمكن من اخذ السيارة ديالها اللي كانت تتحرك بها وتتساعدها. تزدت لها من حدا الباب. اه الناس كانوا تنصحوها باش تدير الكاميرات. هي دائما تتأخر. خصا في الحوايج بحال هادا. تكون مقضعة وتدير كاميرات داخل البيت وخارج البيت. لان القادية اللي رفعها ضد الزوج ديالها را قادية كبيرة بزاف بزاف. را يبدين ازدامة تتعتبر من الكبائر. وكذلك في المحاكم المغربية را قدر توصل لمدة السيجن ديال الزوج ديالها حتى لثلاثين سنة اللي تبدأت عليها زين المحارم مع البنت دياله. اختي خصا تتم براسها وتدير شي واحد يكون مراقبها. مثلا قرد كور يحميها ويكون خوها مثلا حتى خصا ضروري يكون محرم ديالها ما يكون شي واحد براني باش ما يعود تانيتها هو غير فعليها دعوات ديال انه ها مثلا تدخونه. وخصا كل نهار تمشي تراقب الميلف ديالها في المحكامة. طالع لي واش تظمنو شي وطائق واش خربقو فيه واش مثلا الجلسة انها هات اجلات ولا تسدات ولا قاعد اللي حتى ما وقع لها من قبل كانو جوجد المرات تيسدو لها الميلف ديالها يعني ما تيوصلوش للمحكامة. ثم اه قبل ما يوصل يعني القاعدة التحقيق تيتسد هات شي اخوتي دي كاين وان شاء الله ده با نكمل لكم القيصة من بعد من اه تكون شي حاجة جديدة ان شاء الله انا من الصبت كنت اتشاهد الفيديو ديالي وتطبق هات شي اللي قت لها دير كاميرات تبقى تراقب دوسي ديالها يوميا تمشي وتشاهد واش كاين ميلف ولا ما كاينش خوتي الى هنا غنسالي هات القيصة هادي الى كانت شي حاجة جديدة ان شاء الله نوافقكم بها وشكرا لكم بزافة خوتي على التعاليق الجميلة واللي بقي ما اشترك شي اشترك وما تنسوش تحطو لي البصمة وكترو لي من التعاليق جزاكم الله كلو خير وان شاء الله ما نقاش نغبر عليكم هاد الغبرة كما هكا يا ربي غسحة والسلامة ورمدان هو جاي تيجري اللهم بلغنا اياه سالمين لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله وصحيحة المهمة يتناولي عنده شي ابل لا يعطيه صحيحة ولي متوفر الله يرحمه يا ربي يغفر ليه ويجعله الله من اهل الجنة مع النبيين والصدقين يا رحمن يا رحيم والله يرحم كل واحد سواء كان صغيرا او كبيرا ويشافي كل مريض ويبعد عندنا كل وباء وكل غلاء وكل ما هو قبيح فهذا الشهر الكريم يا رحمن يا رحيم تقولوا بان ابواب السماء مفتوحة فهذا الايام المباركة ويربي يسهل امورنا واموركم كاملين وإلى اللقاء في الفيديو القادم بإذن الله احبكم في الله جميعا